في نقاشنا على المباشر اليوم كما شاهدتم في تغطيتنا المباشرة عبر قناة النهار ومنذ الساعة الأولى صباحا عملية أو امتحان الدورة الثانية الاستثنائية لشهادة البكالوريا والتي شارك فيها أزيد أو كان من المنتظر مشاركة أزيد من 100 ألف مترشح المتأخرين والمتأخرين عن البكالوريا الدورة الأولى والمقصيين أيضا بسبب الغيابات أكثر من 100 ألف مترشح حسب بعض النقابات تم تسجيل غيابات قدرت بحوالي 70% كان واضح عبر مختلف مراكز الوطن أن المترشحين المعنيين لم يحضروا غيابات أكثر بالنسبة للأحرار عكس النظاميين دورة ثانية لم تحقق ما سطر لها من أهداف وهي إنقاذ أبناء الجزائر من الضياع إنقاذهم وإعطاءهم فرصة أخرى في هذا الامتلحان المصير ولكن للأسف بهذه الغيابات لم يتم الوصول إلى المبتغى والهدف فماذا سينجم عن هذا التساهل في البكالوريا هل يمكن الآن العودة إلى سرامة أكثر وإلى عقوبات أو إجراءات انضباطية في حق المتغيبين كيف يمكن أن نقول أننا الآن قدرنا البكالوريا ووضعناها في أعلى المراتب بالنسبة للامتحانات كلها أسئلة تطرح بعد تسجيل هذه الغيابات في اليوم الأول وأسعد باستضافة ضيوفي حديثي حول هذا الموضوع فرحات شابخ الأمين العام الاتحادية ووطنية لعمال التربية والأستاذ مصطفى بوختالة أستاذ مكومة الساولية الأساتذة بوزريعة أهلا وسهلا بكم شكرا لستضافة فرحات شابخ كيف تعلق على نسبة الغيابات في اليوم الأول أغلب التلاميذ أو أغلب الأقسام كان مسجل فيها عدد حضور عدد مشاركين 20-15 تلميذ تجهد 5-4 بعض النقابات يقولون 70% غياب يعني الدولة جندت كل هذه الإمكانات وقرام رئيس الجمهورية من أجل 70% غياب هذا هو السؤال في الحقيقة نحن نرى مثلكم كأستاذة التي تقريبا طول السنة نعمله وخاصة هذه السنة كانت سنة الاستقرار نتأسف بزاف لأن أولا ممكن الدورة الثانية للباكر ونقلها بصوت عالي حرمت مجموعة كبيرة من الأستاذة بشف العطلة تحهم هذا التليل على الضمير المهني يبقى من جندين من أجل هذا ولكن تأسفوا حقيقة وخاصة الغيابات هي في تلميذ طبعا وطرشح الأحرار ويعلى كل حال هذه النسبة تقريبا 5-6 سنة وتخيرها تتراوح دائما بين 30% و35% أنا نظن فيما يخص اليوم ونتعجبوا لماذا ولأن أغمى كما يقولوا الهدية المحطة على طبق من دهام من رئيس الجمهورية ممكن كذلك نشكره مرة أخرى لأن في الحقيقة الهدف الأساسي وكان يمس المتأخرين القرار قرار الجمهورية مس المتأخرين ولكن الأسف الشديد في البروتوكول تعلق الباكالوريا ما كان شأن موديول اسمه المتأخرين لماذا؟ لأن لا يوجد أي شخص أي أستاذ أي موظف يستقبل المتأخرين وسجلهم ولتفادي نسيان أي تلميذ طبعا بالوزارة التربية الوطنية طبعا بتنسيق مع مع الحكومة قروا بشعة وفرصة لكل التلاميذ ولكن اليوم كما يقولون نتأسفه كثير نتأسفه كثير لأن الدولة وضعت إمكانيات معتبرة وفرط النقل الأكل المؤسسات اختارت أحسن المؤسسات في الجنوب المكيفة معناها كل إمكانيات أنا نظن الآن لازم المجتمع يعرف بأن صار متاع لقايمين بها نحن في عالم مستوى المؤسسات طربية المستوى وزارة طربية الوطنية منفروض كل مجتمع يدعمنا باش نوصل لهذا المنوال لأن الآن التلاميذ في اللول يقول كان الحق متوخر وحقيقة كان بعض التلاميذ لضروف طارئة لحقوا متأخير ولكن الأسف شديد المجموعة هذو فزو كما يقولون تقريبا فزو ليهم مستقبلا أنا نظن هذي كذلك النيدات رح يكون مستقبلا ما لازم كما يقولون هذي الامتيازات باش نعطيهم فرصة أخرى أنا كنت أتمنى ممكن لو نعطيهم فرصة أخرى لدورة ثانية للتلاميذ اللي حقا تنخدموا وما لحقوش التي تنحصر معدلاتها تنسمح لي برك تنحصر بين 9 و 9.99 هذو ممكن عندهم الحظ لأنه ممكن نعملوا وقريبوا يوصلوا ولكن لأسفة ركتلاح مجموعة وزيد أقول لك هذو من وخاصة المطرش الحرارة عندنا عدل أسباب الفئة اللي موجودة وهي أن بعض التلاميذ في السنة الماضية ممكن ما جبوش البكروريا وما حصوش على معدل ما جبو البكروريا ولكن لم يتحصوا على معدل يسمح لهم باختيار الشعبة في الجامعة عودوا كين كذلك فئة أخرى من التلاميذ يقول لك حنا مدى بنا ممكن نقرأوا عن طريق المرسلة أو يقول لك نجيبوا المستوى كين فئة أخرى وهذه كذلك موجودة اللي ممكن يعملوا يقول لك في المدى خمسة يام مراحة كين يقولوا ولكن الآن نتأسف ولكن النظاميين مهما يكون رأي نسبة الغيابات أقل بكثير النسبة مقارنة مع الأحرار كأنك تريد القول أنه كان يجي بالغربة ثم إجراء دورة ثانية ولكن لا يمكن أنا هضرتها أول يوم قبل لم يكن لم يكن حاجة لتبين المتأخر ممتاز تفضل نفس السؤال وش رأيك شكرا إذن أنا في تقديري الخاص أن نسبة 70% من التأخرات في اليوم الأول في الدورة الغيابات عفوا في اليوم الأول من الدورة الاستثنائية مؤشر قوي عن عدم فاعلية الإجراء المتخذ إذا صحت البدايات صحت النهايات إذن ملف الدورة الاستثنائية لدورة الباكالوريا 2017 في تقديري ينظر إليه من منظرين مختلفين منظر سياسي ومنظر طربوي المنظر السياسي مدام القرار اتخذ من قمة هرم السلطة لا أناقشه أترك مناقشته للسياسيين أنظر إلى الموضوع من منظره التربوي من منظره التربوي أقول أن الإجراء المتخذ الإجراء الأول لهو معاقبة المتأخرين والمتغيبين المتأخرين من الباكالوريا أظن أن هذا الإجراء جانب الصواب والقرار الثاني الذي جاء يصلح القرار الأول في تقديري أيضا جانب الصواب لماذا؟ لأن التربية في جوهرها هي إكساب للسلوك المدرسة الجزائرية لم توفق خلال السنة التعليمية بأكمالها في جعل تلميذ منظر بسلوكين باحترام الوقت التلميذ الذي نراه في مدارسنا الثامنة والثلث دقائق ما زال لا أقول يتسكع وإنما يتجول أمام باب الابتدائية أمام باب المتوسطة أمام باب الثانوية ولا يردعه رادع لم نكسبه سلوك الاحترام الوقت والانضيبات بالوقت ثم نأتي في نهاية المطاف يوم الامتحان نحرم التلميذ الذي وصل متأخر بدقيقة أو بدقيقتين إلى مركز الامتحان إذن كأننا هنا عاقبنا الذي كأننا جزينا جزينا السلوك الذي أكسبناه للتلميذ في القسم نحن كمربين عاقبناه عليه إذا كان الإجراء هذا متى يكون هذا الإجراء له فعاليته متى ننضبط بالسلوك إذا أنشأنا فردا ينضبط انضباط سلوكي يقدر السلوك والتلميذ كما قال الأستاذ الفاضل قبل قليل أنه قضية محيط قضية مجتمع كيف ألزم تلميذ ينضبط بالحضور إلى مركز الامتحان على الساعة التاسعة في يوم رمضان لا يجد لا حفلات ولا سيارة أجرى ولا 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 معنى هذا أن المحيط لا يشجع إلى اتخاذ مثل هذا القرار كأنك تريد القول بأن نتيجة الغيابات هذه هو مشكلة في قطاع التربية مشكلة مشكلة معظمات تربوية يعاد معذر أستاذ يسر مشكلة موجود عدم انضباط بالوقت في المدرسة الجزائرية مشكلة متروح منذ سنوات الأولى منذ أن خلق سنوات الأخيرة للمدرسة الجزائرية سنوات الأولى قصد أطوار الأولى منذ الأطوار تدائم لا يوجد لا يوجد انضباط المدرسة الجزائرية لم توفق في إكساب الانضباط إلى أبنائها النقطة مهمة نقشها سفر حات هو يقول من باب مكون أستاذ مكون وكان أستاذ في التعليم أيضا تدرج في التعليم مشكلة مشكلة انضباط لنقولها بصراحة لأنه أنا أقول لك علاش أن الدولة الجزائرية معلش هذه هدية الرئيس كثر خير الرئيس قولوها عادي كثر خير الرئيس فرحة العديد من العائلات فرحة العديد من التلاميذ لمساكن ممكن واحدة رحلها البيس واحدة رحلها التران واحد مسكين صرر له مرض أو صرر له مشكلة في العائلة ما عليش حاجة منيحة مفرحة ولكن التجنيد في قطاع التربية والأموال التي تصرف في زمن التقشف الآن على الدورة الثانية والجهد المضاعف يقابل بلا مبالات وعدم اهتمام هذه كارثة في الحقيقة في المعتأة دائما أن أي مشكلة اللي يكون موجود يحطه إلى قطاع التربية الوطنية أنا نظلم السوليارة أولا مشتركة عن الأولياء أين هم الأولياء ما احترام الأولياء ونراني ولي التلميذ أين هم الأولياء هل حقيقة الأولياء ولا أعني الجامع ولا أعمم مجموعة كبيرة من الأولياء كان بعض الأولياء ما يعرفوش حتى السنة يقرأ في أوليده هذه واحدة تاني فيما يخص الانضباط أنا ممكن أن هنا لا وشاطر الأستاذ نقول بعض المؤسسات ممكن معنضوا تاني المؤسسات ولذلك ما لازمش الممكن نعمم كي المؤسسات يعملوا بجد ويخلاص ويطبقوا ولا يسمح لأي تلميذ الدخول إلى المؤسسة مباشرة بعد بداية مراسيم تحية العالم هذا راه موجود أنا نظن الآن راني يقولك أنا هي قضية محيط لأن المحيط كي يصبح الآن التلميذ علش ولي يتوخروا ويطالب كي يقول لي واحد ما عندهش الحق ويروح يحرق ليرودة ويدي حقه واحد المنضبط يحترم القوانون القوانين ويدير ممكن نطعنا إلى آخره ما يسمعولوش أنا نظن قضية المجتمع لازم يعطي نظر تقريباً ككل في هذا والمدرسة هي جزء من المجتمع هي ما المفروض لو الآن أعطينا القيمة الحقيقية للأستاذ أعطينا الإمكانيات للأستاذ أعطينا الوسائل للمدرسة الجزائرية ممكن المجتمع تعالى ما يخرج وممكن نحاربوا بزاف الأفات بما فيها الآن كيصبح تقريباً بعض التلاميذ اعتبروا هذه الهدية وأنا قلتها تعريش الجمهورية كأنها ما ينشعر أنا ما زال ما فهمت لأننا بالنسبة لنا نحن في الجزائري الجزائري هنا بالنسبة لي العلم هو مقدس أنا نظن الآن لا يجب اتخاذ إجراءات ضد الغائبين معناها الآن نتدرك دورة ثانية ما جيتش وكيين بلك ناس بلك حبين فرحات ممكن ممكن كيين ناس رحين يخرجوا الآن بعد 25 جويلية إن شاء الله يوم النتائج رحين يخرج بتسعة ثمانية وتسعين ممكن وتلقاه تشارك في الدورة الأولى وجاء بكري وخدم كلش مسكين ما استفادش من فرصتين رح يقول لك لماذا لديك دورة ثانية نوفقك في هدية معناها الآن سمحت في المستقبل لازم الآن مستقبل أنا نظن السوسيال في التربية يجب أن يتنحى ما تقعش في البيداغوجية البيداغوجية ما كيش والله مسكين والله غير قراءة أرى والحق 9.5 بلكن نجوزوه لا هذه ما تكونش في التربية تكون في أمور وقراء في التربية لازم العامل ما كانش البيستون ما كانش المساعدات أنا نظن هذا وكذلك ناخد العبرة مستقبلا لازم على الدولة الجزائرية لازم على وزارة التربية الوطنية ما بقاش هذا التأخر نعطي ضب الراسك ضب الراسك في الوقت شكرا أضيف المنظارين الآخرين المنظار العاطفي والمنظار العقلاني إذا نظرنا إلى الدورة الاستثنائية بالمنظار العاطفي كولي تلميذ كموربي كأستاذ يعني نقول أتعاطف مع الحال قال تلميذ من حقه الحمد لله رئيس الجمهورية أعطى هدية وهذه الهدية نرحم بها وحمد لله يا ربي لعطينا فرصة ثانية لأبناءنا هذا منظار عاطفي والعاطفة والتربية مثل المجل هنا عندما ننظر إلى الموضوع بمنظار عقلاني بالعقل لا عاطفة لا مكان للعاطفة إذن الموضوع يعالج معالجة عقلانية تربوية وليس بقرارات إدارية ولا قرارات سياسية معلتها فيه مشكلة ترباوية عند عدم انضباط التلاميذ في المدرسة الجزائرية كيف نعالج وعدم الانضباط هذا ترباوي بيداغوجي وهذه اللغة التي تتبنها وزاة التربية الوطنية في اليوم الحالي تقول بأن المعالجة لابد أن تكون معالجة بيداغوجية نسمع أقوال ولا نجد لها صداء أثعال في الميدان والتعليم فعلا لا نعلم التعليم نظلم الناس فيه مدارس منضبطة محترمة كونت المواطن الجزائري أنا لا أقول أغلابي أقولك حتى لا نجعل الشجرة تغطي الغابة على العموم ما دارسونا علمت لأبنائنا عدم الانضباط وهذا خلل أولا في الانطلاق في العامل الترباوي العامل الترباوي مبني على الانضباط واحترام الوقت احترام الوقت هو قيمة من القيم الأساسية التي يجب أن تكسبها المدرسة لأبنائنا التلميذ روح الفاصل احترام نرجع ونكمل النقاش بعد ذلك حول هل ستكون هناك تداعيات الدورة الثانية بعد نتائج الامتحانات البكالوريا ومطالب أخرى للراسبين سنناقش هذا وفق مبدأ تكافؤ الفرص ولكن بعد فاصل الاشهاري ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين من جديد في نقاشنا على المباشر ونحن نتحدث في عدد اليوم عن نسبة الغيابات الكبيرة في الدورة الاستثنائية لشهادة البكالوريا التي انطلقت اليوم وستستمر حتى تاريخ الثامن عشر من شهر جويليا الجاري غيابات قدرت حسب بعض نقابات التربية حوالي سبعين بالمئة سي فرحات شابخ قبل قليل قال لك أستاذ بوخة تالة أين هو مبدأ تكافؤ الفرص هل تتوقع بعد نتائج يوم 25 جويليا كما أعلت الوزير اليوم أنه ستكون هناك مطالب من طرف بعض الراسبين أو الذين وصلوا إلى نسبة 9.98% كمعدل أو هل ستكون هناك ربما نظام الإنقاذ مدم كين دورة ثانية ممكن روحوا الإنقاذ لماذا لا سمح تبرك فيما قبل قلنا لازم ناخده هذا درس أنا فقط ممكن أعلم المشاهدين وخاصة عمال قطاع التربية بين وزارة التربية مع مختلف فشورك الاجتماعي النقابة ورية التلاميذ ستكون لقاء لإعادة نظر في النظام الداخلي المؤسسة التربوية أنا نظن هذا الآن مع الدورة الثانية رح يعطينا قوة أكتر لوضع السارة ما اللازمة باش بناءنا في المستقبل ينضبطه وفي طربين فيه فيما يخص أنا نظن تعودنا تعودنا على مساوى قطاع التربية الباكالورية كانت في واحد العام الجزائر الجزائر الباكالورية الجزائرية متقريبا غير معترب بها عالمي إلى الآن بدنا ندير أول الإنقاذ وقيمة الباكالورية تنزل إذا بدنا كذلك نعودوا إلى آخر هنا نظن الحل الوحيد واشن هو هو الآن ملف الآن لإعادة النظر في امتحان الباكالورية ومختلفة المتحانات على طاولة رئيس الحكومة يجب النظر والبت فيه باعتبار هناك تقريبا سنة كاملة ووزارة التربية الوطنية ونحن مختلف الشركة الاجتماعين بما فيها الاتحادية الوطنية لعمال التربية ونعطينا اقتراحات واضحة للباكالورية باش نتفادئوا هذه ما وفيها عدة اقتراحات فيها الباكالورية مثلا عن طريق جزئين المواد غير الأساسية بالنسبة لشعب نديروا في السنة الثانية تانوي والمواد الأساسية نضيفه ساعات إلى أخيرة باش نكملوا لأننا لاحظنا مجموعة كبيرة بالأن التلاميذ عندنا نجحت على الباكالورية بين ستين وسبعين في مئة يعودوا السنة لأولى جامعة لماذا؟ لأننا تقريبا ما يكملوا في الدراسة هذه واحدة كذلك ممكن تقليص بعض المواد وجعل بعض المواد اختيارية مثل ما هراه موجود في جامعة بلد العالم وكذلك ليجعل ابناء التلاميذ يزون الدراسة إلى نهاية سنة الدراسية وهو احتساب التقويم المستمر التقويم المستمر هذا نحسبه نسبة معينة هذا المستمر ما يقللش من هيبة الباكالورية هذه موجودة عالمين كين بلدان مكاشر باكالورية كين عالمين بلدان صحيح فيها شهد انتقال فقط وكين بلدان يجعلوا يقول لك نحسبه النسبة لماذا؟ لأن المجهودات هي في حق الباكالورية قادر في يوم تلميذ يوم قبل الاختبار يموت له واحد من الأوليات وبعيد شرع لي على كل حال أو عنده صرار له حدد كبير إلى أخير على الأقل بس كل السنة ما طرحلوش على جره التلت يوم الربعين وخمسة ييام ياخدوها هذا ضمن الحلول أما فيما يخص المطالب أنا نظن في الجزائر الآن لازم نلحق لحق الحد مؤين وين في الأمور البيداغوجية ما فيهش سوسيال نكون نهضر فيها ما لازم فيها سوسيال كيفاش ما فيهش سوسيال مثلا واحد ما نجحش آه ولا غالي يقول لك واقع المسكين كان مريد نعوده أنا نظن الصرامة لازم تبقى في قطاع التربية يدحل طبعا لماذا رأنا قلتك رأنا ندير فيها سوسيال اللي يبكي ويشكي يعطوه الحق لا ما نفروض القانون في التربية ما فيهاش كيف يخص الآن المطالب ونظن الدورة اللي اندارت وما خرجش النتائج مقبل لتفادي هذا الشي لتفادي بعد ما تخرج النتائج تعلب الدورة الأولى يقول لك أنا باعتبار اللي توخروا عاودت لهم حنا عاودونا أنا الآن رح يخرجوا النتائج أنا نظن هتكون ولكن لازم على وزارة التربية لازم تكون كما يقولوا الحكمة على الدولة الززيرية أنا نظن نعطينا فرصة للتلاميذ ما عارفوش يصغلوها نرجعوا للنظام العام وهو اللي جاب المعدل مبروك عليه لما جابش يعود سنة أنا نظن وراح يكون سوسيال نظرا لهذا الطيرابات وزارة التربية الوطنية تعطي فرصة أخرى للتلاميذ باش يعودوا السنة على الأقل باش يقدروا يجيبوا زي دي نقول لك الآن عرام التلاميذ يجيبوا المعدل الباكاروريا بعشرة وحداش ما القوس والشعبة يخيروها ولكن إذا عود العام وشفنا مجموعة كبيرة من التلاميذ جابوا الباكاروريا ويعودوا دورها كمترشح حرار باش يحسنوا اختيار الشعبة أنا نظن نعطيه فرصة للتلاميذ اللي عنده معدل معين مابتن وخاصة زولوا الدراسة إلى ممكن آخر يوم لي عدد سنة والعام اللي جاي إن شاء الله ممكن مع إجراء جديدة للباكاروريا تفضلوا السيد السوسيال طرح الاجتماعي جاء بحجة مبدأ تكافؤ الفرص لكن أعتقد أنا باسم مبدأ تكافؤ الفرص أخللنا بمبدأ تكافؤ الفرص ما معنى هذا نقول مظهرين يعني ظاهرين نقول أننا نعيد دورة ندير دورة استثنائية للباكاروريا حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعني شارك في الامتحان نال فرصته والذي تغيبا نعطيه فرصة ثانية لكي ينال الفرصة نتعه لكن هذا الطرح هذا في إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص معنتها لا ننظر من باب التقييم الموضوعي لا ننظر إلى الكأس الفارغ إلى الجزء الفارغ من الكأسي فقط وزارة التربية الوطنية بذلت مجهود كبير وبشق الأنفسي قاضت على مسألة العتبة العتبة كان مجهود كبير قضينا على العتبة في أذهان التاليين لكن اليوم فتحنا باب آخر للعتبة بلون آخر لا أستبعي أن يوم 25 هناك من يطالب بدورة استثنائية للرصيبين في الباكاروريا ومعنى هذه تابعة من التابعات تابعة من التابعات القرار المتخذ القرار الذي جانب الصواب في تقديري وهذا أقوله على ذمة أنا ولا يلزمني إلا أنا فيه قرار بدايته لم تكن سليمة فنهايته أيضا لن تكون سليمة إذن هذه التابعة الأولى أننا فتحنا باب من الصعب جدا أن نغلقه في المستقبل التابعات النفسية فيه تابعات نفسية يعني المرحلة الفاصلة بين آخر يوم في الامتحان الضورة الأولى وأول يوم من الضورة الثانية رهي مرحلة تعاذب بالنسبة للتلميذ الذي يحذر مرحلة عذاب بالنسبة لأولياء مرحلة عذاب عند الأساتذة الذين ينتظرون الحراسة وينتظرون التصحيح ويضحيون بعطلتهم وتضحي بالعطلة حالا جزائرين عندنا نيف على بلدنا انضحيوا بالعطلة انتعنا من أجل المدرسة الجزائرية لكن ما تبعات ذلك عندما أدخل أنا كأستاذ مرهق إلى القسم السنة المقبلة أتوقع نتائج كارثية لماذا؟ أن المعلمين أرهقوا أتعبوا أحرقوا نفسيا خطموا نفسيا بسبب إجراء لم يكن في محلهم من البداية هذا تقديري الآن العلاج الأستاذ تفضل أعطاه وصفة أولية للعلاج تقديري لماذا لا نجعل امتحان الباكالوريا كامتحان شهادة التعليم المتوسط نأخذ المنتوج يعني نأخذ الامتحانات الفوروذ والامتحانات التي يمتحن فيها التلميق خلال السنة الدراسية المراقبة المستمرة خلال السنة الدراسية ونضيف لها نقطة المتحصل عليها في الامتحان الباكالوريا وهنا المعامل يبقى محل الدراسة مع نتها أول عصفورين بحاجر أولا نشجع التلميذ على الباقات طول السنة الدراسية في الأقصى نرغيب نشجع التربية الترغيب قبل أن تكون ترهيب نشجع التلميذ نحفزهم نخلق فيهم ديناميكية أنه يبقى يواصل الدراسة من أول يوم يلتحق بالمدرسة إلى يوم قبل الامتحان إذن هذا معنتها حتى نقضي على الظاهرة الموجودة اليوم التلميذ يفرون من مدارس من ثنويةهم بداية من شهر فيذري قبل شهرين والكل ينظر والكل راضي ولا أحد تكلماع على هذا المشكل التربوي الذي يحتاج إلى معالجة بيداغوجية تربوية وليس إلى قرار إداري فوقي هذا اللول الإجراء الثاني الإجراء الثاني يا جماعة الخير حان الوقت أن نعلم أنفسنا أننا ننضبط بالوقت حان الوقت لنعلم أنفسنا ننضبط بالوقت ونجعل هذا مشكل أولياء مجتمع محيط مدرسة مسجد كل شيء سياسة مجتمع أيضا نعم سياسة مجتمع أيضا مشكل في كل الجوارب هل تتوقع ما يتوقعه بعد 25 سؤال أخير بعدما فتحنا كما يقول الباب لمجموعة من تلميذ هناك اختلال للنظام العام وهو الحق وحد بخر بالنسبة أو تأخر ونحن في سنة دراسية تأخر هذا تنظر عنه عقوبات تنظر عنه ممكن استدعاء الأولياء الأخير كل شيء ممكن ولكن بتجربة سنة الماضية رغم أن واشترار سنة الماضية مثلا حاولوا يشوشوا عن التلاميذ حاولوا يقولوا هذه مواضيع خرجتي لآخره بناء أن يبقوا ملتزمين ومنضبطين أنا حكيمة الكبيرة لا نظن رح يكون عدد كبير لدار هذا ممكن طبعا ممكن بعض التلاميذ ولكن سفعا ما نظن التلاميذ عرضوا بأن التربية يتبقى تربية تبقى بيداغوجية أنا فقط للأولية بالدرجة الأولى لازم نقعد قراب لولادنا على وزارة التربية الوطنية يجب نسمحوا المجال نظرا لكل هذه الاختلالات ليعطى فرص أخرى لابدنا ترمي باش يعودوا سنة نفتحوا المجال إلى أول ضمن أقسام خاصة للمواد الأساسية باش ترميذ الباب لبناء التلاميذ أنا نظن ما راح يجعل كل موسك وبكر الأستثنائية هي هدية والهدية لا ترد ولا ترد الهدية سيبو خطال كلمة آخيرة باختصار شديد أعتذى لأبناء التلاميذ ولأوليائهم ولزملاء الأساتذة ولكل مشاهدي قناة النهار على الحدة التي تحدثت بها هذا غيرة مني على المدرسة غيرة مني على مصلحة الأبناء كأستاذ على كل حال كأستاذ كأستاذ كأم وربينا نحن نفهمها نحن دايما نقول نحن ما نش موضفين في التربية نحن أسدام وربينا لذلك مهما يكون حتى في بعض حيان نملك نرفع صوتنا على التلاميذ كده ولكن يعتبرها دايما كأب راه ينصح راه يدير ودول هذا شكرا لك أستاذ فرحات شبخ شكرا لك أستاذ مصطفى أبو خطالة وشكرا أيضا لكم أنتم مشاهدين على حسن الإصلاة والمتابعة الشكر لكل طاقم العامل معي في هذا العدد أطيب المونة مساءكم طيب والسلام عليكم